البداية عربية حيث استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابة في الرأس بعد مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلق خلالها الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين ذلك لدى عبورهم للسياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 168 فلسطينيا منهم 66 بالرصاص الحي إثر قمع الاحتلال للمتظاهرين في غزة خلال الجمعة الخامسة من مسيرات العودة والتي أطلق عليها جمعة الشباب الثائر